تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية شكر من أخيه صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير لما وجده الوفد المرافق من الحفاوة والتكريم أثناء المشاركة في أعمال الدورة 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيدا بجهود سمو الأمير المقدرة الرامية لتعزيز التعاون والتضامن بين دول المجلس وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدا أن دولة قطر لن تألو جهدا في سبيل تحقيق ما فيه خير ومصلحة شعوبنا الخليجية وأشعوب أمتين العربية والإسلامية وبعث حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص شكره على ما عبر عنه سموه من طيب المشاعر وصادق الدعاء سموه في أعمال دورة 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح سائلا سموه المولى تعالى يوفق الجميع لكل ما فيه خير وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية